هذا وأدت وفود حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية لضمان سلامة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة وكانت أفواج حجاج بيت الله الحرام قد قامت منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بالتحرك من مشعر مزدلفة متوجهين إلى مينن لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات وذلك بعد وقوفهم بالأمس على صعيد عرفات وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج قبل أن يبيتوا في مزدلفة بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر وفق خطة التفويج المعدة لذلك ليوم النحر فضل كبير لما شرع فيه من مناسك وعبادات ولما يحفل به من طاعات وقربات يوم العاشر منذ الحجة الموافق لأول أيام عيد الأضحى المبارك يطلق عليه أيضا يوم الحج الأكبر حيث يؤدي فيه الحجاج أعمال يوم النحر من رمي الجمرات وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير وذبح الهدي والسعي بين الصفا والمروة وقد سمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لأنه يسبقه ركن الحج الأكبر والأعظم وهو الوقوف بعرفة ولأن فيه معظم أعمال الحج التي يؤديها الحاج كرمي الجمرات والنحر والحلق وطواف الإفاضة والمبيت بمنا وهذا من فضل يوم الحج الأكبر السنة في يوم النحر أن يرمي الحاج الجمرات يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى ويرميها بسبع حصيات ثم ينحر هديه إن كان عليه هدي ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ربيك الله لبيك لبيك لا جنيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لتعلم لا جنيك لك ربيك الله لبيك لبيك لا جنيك لك لبيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر